ماركك لاتنبرجي خلاص يمكن سافر اليوم لارتباطه بتعاقد مع احدى القنوات التلفزيونية لتحليل الحالات التحكمية في كأس العالم خد اجازة لمدة شهر تعرفش بقى بمرتب بدون مرتب انا المرتب مش فريق معي في حاجة قصة بالنسبة لي مش قصة مرتب هو سافر عشان يحلل مباريات كأس العالم ولكن مين بقى اللي يحضر للحكام هنا مين اللي يعمل للمعسكرات للحكام هنا مين اللي يعمل تصحيح للاخطاء مين هيشوف السلبيات اللي كان موجودة مش عارف الموضوع ده نتائجه هتظهر بعد كأس العالم لما نستأنف الدور العام ولما نشوف التحكيم في الدور العام الفترة جايب ازاي وكمان اثناء كأس العالم حوالي اربع مباريات تتلعب اثناء كأس العالم هنشوف اللي ده التحكيمي وهلي المجموعة اللي موجودة حاليا بقيادة الكابتن محمد فاروق محمد فاروق هيكون هو رئيس اللجنة بالانابة في ظل غياب ماركك لاتنبرج ومع احمد ابو العلا وتامر دوري وايمن دجيش هلا يقدروا يعملوا التفاصيل دي في غياب كلااتنبرج ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية